البنك بيحدد فيما قبل الربح الخاص بهذه المعاملة ما حكم هذا؟ حكم هذا باختصار أنه حلال طب ايه تحديد الربح من الأول كده؟ آه ما أنا بنظر بقول آه ده في عقد نص عليه الفقهاء اسمه المضاربة والمضاربة لا يجوز فيها تحديد الربح من رأس المال يعني أنا أديتك دلوقتي ألف جنيه تتجرلي فيهم تضربلي أنا رب المال أو صاحب المال وإنت المضارب يعني اللي هتشتغل فيه فما ينفعش أديك الألف جنيه تقول ليك على الألف خمسة وعشرين ده تحديد نسبة من رأس المال لا ده المضاربة إننا أخذ نسبة من الأرباح فأنت هتتاجر في الألف أنا مثلا ليه يا التلت وإنت التلتين أو زي ما نتفق أنا بقول لك أصلا ده مش مضاربة عشان تطبق عليها الأحكام الخاصة بالمضاربة أنا بقول لك ده عقد جديد تحديد الأرباح جاي منين؟ على فكرة تحديد الأرباح نسبي مش مطلق يعني حسب السندوق اللي المال ده هيتوظف فيه جيدا